البداية من المهرة حيث أكد القيادي في لجنة الاحتصام السلمي أشيخ محمد بركات صمودة أن زيارة رئيس البرلمان سلطان البركاني للمحافظة تهدف لشرعنة الاحتلال السعودي الإماراتي وضف في تصريحات خاصة المهرية أن لجنة الاحتصام لن تسمح لأحد بالعبث بأمن واستقرار المهرة زيارة البركاني إلى محافظة المهرة نحن نعتبرها من ضمن أدوات التي تنفذ مخططات الاحتلال السعودي الأجنبي ونعتبره أداة بيد الاحتلال كمثل الانتقالي يعني هم كلهم في سفينة واحدة بس كل واحد باسمه وممونين من الاحتلال الإماراتي السعودي الأجنبي وزيارة البركاني نعتبرها لشرعنة الاحتلال في محافظة المهرة ونستنكرها ونعرفها أنها من وين اتجاهها ومن اللي يرسلها ونحن في محافظتنا ندافع عليها برجالها وبعزيمتنا وبمعنوية قوية ولا نسمح بأي أداة يعني خارجية تستهدف محافظتنا من مثل أدوات البركاني والانتقالي وبعدة مسميات لن نسمح في محافظتنا بل عبث واستهدافها هذا وقال الشيخ صمودة أن لجنة الاعتصام السلمي أفشلت عدة مشاريع للاحتلال السعودي في المهرة واكدان استمرار النضال حتى تحرير المحافظة من الاحتلال وأدواته نحن لجنة الاعتصام فشلنا كثير مخططات للاحتلال لاماراتي السعودي الأجنبي في محافظة المهرة يعني فشلنا عدة مخططات مثل نبوب النفط مثل استحداث معسكرات جديدة وفشلوها وباقي المواني والمنافذ هذا نعتبرها الاحتلال الموجود في محافظة المهرة ونحن مستمرين في عملنا ولا نسمح في بلادنا ومحافظتنا أن أي جهة تستهدفها سواء أدواته للاحتلال الاماراتي السعودي الأجنبي إلى ذلك أشهد الشيخ صمودة بدور أبناء المهرة من القبائل والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في الوقوف إلى جانب قيادة لجنة الاعتصام السلمي صفا واحدا لإفشال المخططات التي تستهدف المهرة كما أشكر أبناء محافظة المهرة جميعا جميع القبائل وأي فيه مخلصة شريفة في محافظة المهرة لمكافحة أي ضرورة تحدث في محافظتهم واستهدافها ونشكرهم جميع الشكر ونشكر الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية يعني على أفشال المخططات التي تستهدف المحافظة وتستهدف مؤسسات الدولة ونشكرهم ونحن سنكون عون لهم القبائل وجميع قيادات المعتصامين فنكون صف واحد مع الأجهزة الأمنية في المحافظة والسلطة المحلية لأي استهداف خارجي يستهدف محافظتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر